في مبادرة استراد السيارات وخليني برضو اوضح لسيادتك ان اي مشاكل بتواجه المصريين في الخارج في الاستفادة من المبادرة في لجنة قايمة وزارية وطبعا برئاسة وزير المالية وسيادة السفيرة ووزيرة الهجرة وبكل الجهات اللي بتيسر اي مشكلة او اي معوق ايا كان اجرائي او تنفيذي بشكل مستمر وبشكل دائم بيت الوطن كمان يمكن كانت من الحاجات اللي عملت ضجة كبيرة لانه حيث انه اقدر اشتري واشتري في حتة كويسة وبأسعار كويسة ويمكن الناس لما بتسافر كمان بيبقى معظمهم لسه مشترياش بيوت تمام بيت الوطن طبعا ده مشروع كبير ومن فترة طويلة قائم بس احنا بنتكلم في المرحلة التامنة وعرض اكتر من ميزة للمصريين في الخارج في بيت الوطن بجانب ان احنا لازم نشير لاي مشاكل ايا كانت بتوجههم في الاستفادة من المشروع دوت فبالتعاون مع وزارة الاسكان بيتم تزليل كل المعوقات والاستجابة للطلبات خلينا نقول كمان في موضوع بيت الوطن كان فيه برضو مطالبات سيدة الوزيرة سواء في اللقاءات الافتراضية مع المصريين في الخارج او في الزيارات الفعلية بيتم طلب مثلا ان يمحتاجين طرح وحدات في مدن ساحلية او في المدن الجديدة فهو بيتم الاستجابة لها وطبعا الدفع بالدولار او بالشروط اللي هي بتاعة المشروع بيحقق برضو عائد للدولة بيحقق الاستفادة للمطالب بتاعة المصريين في الخارج وفقا لاحتياجاتهم فلما بيطلبوا باراضي او بيطلبوا بان يبقى فيه اراضي المشروعات سكنية او تجارية فبيتم الاستجابة لها دكتور صبر كمان مسألة فصل العمل الدراسي لامتحانات الولاد اللي هي فصلين برضو اعتقد دي كانت حاجة تهم كل البيوت تمام وطبعا ملف التعليم ملف قوي جدا وخلينا نشير ان كان مؤتمر المصريين في الخارج اللي تم عقده في نهاية يوليو العام الحالي اللي هو المؤتمر الرابع او النسخة الرابعة من هذا المؤتمر كان اكبر تجمع للمصريين في الخارج اكتر من الف مشارك سواء فعلي او افتراضي في جلسات المؤتمر وكان بمشاركة دكتور رضاح جازي وزير التربية التعليم واللي اعلن كان في المؤتمر ده خلينا نقول بيتم عرض المطالب والاستجابة لها من السادة الوزراء اللي هم المعنيين وكان من اهم المطالب ما يتعلق ب ابناءنا في الخارج والدارسين في المدارس المصري المصري وكان في استجابة من دكتور رضا فيه اعتقد كمان كان فيه مطالبات بانه يبقى فيه مزيج من التوسع في زيادة عدد المدارس وخصوصا في الدول اللي هو متواجد فيها المصريين بكسافة وده من اهم الملفات اللي بالفعل تم الاستجابة لها وفيه مزيد يعني بالنسبة لهم وخصوصا برضو عندنا يعني لو فيه نفس المصار بالنسبة للطلبة كان فيه دور قوي جدا لوزارة الهجرة وتواصل من سيادة الوزيرة مع كل المعنيين فيما يخص الطلبة المصريين العائدين من مناطق النزاع زي أزمة روسيا وأوكرانيا أو من السودان فكان فيه تعاون مع وزارة التعليم العالي في ان ازاي ان احنا نبقى فيه إدارة للأزمة أولا برة وثانيا في حالة عودتهم إزاي توفر لهم أماكن في الجامعات المصرية وفقا للتخصصات بتاعتهم في منظومة متكاملة لأي شأن يخص المصريين في الخارج وخلينا نقول يمكن أغلب الوزارات بيبقى ليها مجال عمل محدد ممكن تتعاون مع كل الوزارات في مجال عملها أو في الملف بتاعها إنما وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مجال عملها بيشمل كل الوزارات في كل المجالات وبتحاول أنها تلبي مطالب المصريين في الخارج مع اختلاف فئتهم أو طبيعة تواجدهم في الخارج مطالب المصريين في الخارج